اشتركوا في القناة نشرة اخبار حقوق الانسان للعالم العربي استنكرت شبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم الصادر من محكمة البيضاء اليمنية بسجن الصحفي ماجد كاروت لمدة عام وتغريم بمبلغ 200 ألف ريال على خلفية وجود صورة في صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك ولم يكن هو من نشره تتضمن معلومات عن فساد في مؤسسة الاتصالات في محافظة البيضاء وقالت شبكة العربية انه حتى ولو كان كاروت هو ناشر المعلومات فان هذا الحكم الصادم بحق كاروت يعد ردة كبيرة للوراء وتجاهلا لكافة المواثيق الدولية التي تطالب بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة واضافت شبكة ان تفاصيل القضية تكشف اخلالا جسيما بالحق في المحاكمة العادلة مما يوحي بتبيت النية لحبس كاروت كما انها تكشف عن جهل مطبق بآلية عمل المواقع الاجتماعية على سعيد اخر ادانت ربيطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات الامنية والقضائية في البحرين استهداف الاعلاميين والتضييق على حرية التعبير والحريات الصحفية وفق سياسات حكومية ممنهجة ومستمر وذلك رغم عديد التعاهدات والتصريحات الرسمية التي تدعي الالتزام بضمان الحريات الاعلامية والصحفية في البلاد ولا تزال السلطات البحرينية تحتجز الصحفي والمدون احمد راضي منذ السادس عشر من شهر مايو الماضي اثر تصريحاته الصحفية الى عدد من القنوات الفضائية وذلك دون ان توجه له اي تهمة رسمية او ان يسمح لمحاميه الالتقاء به كما اكدت عائلة الصحفي احمد راضي بعد زيارته تعرضه للاعتداء والتعذيب من السلطات الامنية للادلاء باعترافات ملفقة وطلبت الرابطة بالافراج الفوري عنه ودون اي شروط كما ابدت الرابطة قلقها جراء عودة سياسات الاعتقال والتنكيل بالمشاركين في البرامج التلفزيونية والاذعية ووسائل الاتصال الاجتماعي وهي سياسات دابت السلطات الامنية في البلاد على انتهاجها منذ الرابع عشر من فبراير 2011 و2000 على حد قول الرابطة كما تبعت ايضا مسار محاكمة المسؤولين عن تعذيب مرسلة قناة فرنسا 24 الصحفية البحرينية نزيها سعيد وابدت الرابطة الصحفة البحرينية قلقها شديد جراء استمرار السلطات القضائية البحرينية بالتعاون مع النيابة العامة في التلاعب بمسار المحاكمة وعديد المحاكمات القضائية التي تتعلق بالاعلاميين والصحفيين في البحرين وكانت رابطة الصحفة البحرينية قد وثقت انتهاكات السلطات البحرينية خلال الربع الاول من سنة 2012 في تقرير اصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحفة في الثلاث من مايو الفارض وتضاف الانتهاكات التي فقت 20 حالة إلى نحو 140 حالة سجلت خلال العام الماضي شملت القتل والتعذيب والمحاكمات القضائية والطرد والفصل التعسفي دائما في البحرين فقد اشار مركز البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة البحرينية للتأهيل ومنهضة العنف عرب عن قلقهم البالغ إذا عمال الترهيب والإهانة وانتهاك حقوق الإنسان الخصوصية والتي استهدفت محامي حقوق الإنسان البارز والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة البحرينية للتأهيل ومنهضة العنف الأستاذ محمد التاجر بعد أيام من مشاركته في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة البحرين في مدينة جناف السويسرية من البحرين إلى اليمن حيث تابعت مؤسسة البيت القانوني وقائع الاعتداءات التي يواجهها المحامون ومهنة المحامات التي دلت على كونها ممنهجة تصرفات وموقف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني الذي صرح بعدم اعترافه بقانون تنظيم مهنة المحامات وما نص عليه من حقوق وواجبات للمحامين مواجها بموقفه ذلك عموم قضاة الجمهورية بحبس المحامين وتقييد حرياتهم ومنعهم من مزاولة محنتهم بكرامة أو من الترافع أمام المحاكم وبإخراجهم بالقوة من قاعات المحاكم وبصورة تمثل إنكارا لأحكام الدستور والقوانين النافذة وإهدارا للعدالة باليمن فذلك الموقف والرد غير القانوني من وزير العدل جاء غثر تلقيه العديد من الشكاوية المقدمة من بعض المحامين عبر نقابة المحامين ضد تصرفات بعض القضاة وأخيرها الاعتداء الذي تعرض له سيد والمحامي عادل الفقيه من قبل القاضي أنيس القيسي قاضي محكمة جنوب شرق الأمانة الذي ترده مسحوبا إلى خارج قاعة المحكمة وقرر بمنعه من الترافع مستقبلا الاعتداء الذي تعرض له سيد محمد خالد الشاوش من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة غرب الأمانة والقاضي عبد الوشلي الذي أمر كذلك بالطرده إلى خارج المحكمة بعد أن رمى ببطاقة مزاولة المهنة إلى الغرض ومنعه من الترافع وذلك دائما حسب نفس المصدر بهذا الخبر عزيزي المشاهدين نصلوا إذن إلى نهاية نشرتنا شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر